أهم الأنباء استشهد بعد ظهر اليوم المستشار هشام بركات النائب العام عن عمر يناهز 65 عاما بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه جراء تعرضه لحادث تفجير إرهابي في وقت سابق من اليوم نقل على إثره إلى مستشفى النزه الدولي حيث أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة وينضم إلينا هاتفيا محمد علوي موفد تلفزيون المصري محمد يعني ما جديد المشهد لديك بعد إعلان نبأ استشهاد النائب العام علوي إذن فقدنا الاتصال بمفادنا محمد علوي وكان موكب النائب العام المستشار هشام بركات قد تعرض لتفجير إرهابي وقع صباح اليوم واستهدف موكبه أثناء سيره بشار عمار بن ياسر بمصر الجديدة وذلك عقب خروجه من منزله وتوجهه إلى مقر عمله ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه بعد إجراء عملية جراحية له وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة للتلفزيون المصري أن الانفجار الذي وقع بعبوة ناسفة أصفر كذلك عن إصابة خمسة من رجال الشرطة ومدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر